جوز كلاما يعني صحيح نحنا ما صار اللي بدنا ياه ومطالبنا كشعب ما تحقق منا شي بس شو رأيك بيطرح موضوع إعادة الأعمار بهالفترة؟ هلأ أنت شو قجة ببالك لتحكي بهالموضوع؟ كنت اليوم عم بقرأ عن تكاليف إعادة الأعمار بسوريا أرقام بتخوف طبعا راح تكون الأرقام بتخوف ليش حجم الدمار اللي صار بهالبلد قليل؟ طيب وهالتكاليف كيف بدها تتأمن؟ طيب كيف بدها تتأمن يعني؟ يعني ما في طرق تانية؟ ما بظن بعدين هذا الموضوع بكير عليه هلأ ليش بكير عليه؟ ليك ألمانيا بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية دغري بلشت بإعادة الأعمار وكان الشعب أول المشاركين بالموضوع وأنت قلت يا حبيبتي بعد ما خلصت الحرب بس نحنا عنا ما خلصت الحرب صحيح النظام رجع سيطر على كتير من المناطق والمدن بس هذا مو معنى أنه خلصت الحرب سح كلامك والحرب ما بتخلص لحتى ينفك الحصار عن كل المناطق المحاصرة وترجع الناس لمهجرة لبيوتها بس مو ممكن تبلش إعادة الأعمار من المناطق يلي ما عاد فيها قصف واشتباكات مثلا؟ يعني المناطق الآمنة نسبيا؟ أو المناطق يلي تم تهجير أهلا منا مو ممكن تتعمر من جديد ويرجعوا لأهلها؟ هلأ هذا الموضوع معقد كتير بس أنا برأي ما بصير مشروع إعادة الأعمار قبل فك الحصار عن المناطق المحاصرة واطلاق صراح المعتقلين ورجعت المهجرين والنازحين لبيوتهم وقبل كل هذا تأمين الأكل والشرب لأكتر من 13 مليون سوري بحالة عوز غزائي غير هيك ما رح تكون مشاريع إعادة الأعمار ناجحة ولا بأي شكل وأنه يبلش الأعمار بمناطق أو يترك مناطق هذا الكلام ممنطقي أبدا لأنه بالنهاية هالبلد يا بتتعمر كلها يا لأ إنه كيف يعني تتعمر مدينة ومدينة ثانية بتبعد عنا كم كيلومتر تبقى مكوّمي على الأرض ما بصير بهاي الحق معك تعرف شو أكتر شي حارق قلبي؟ إنه كل هالدمار يلي صار ويا ري تقدرنا نحقق شي من مطالبنا يلي عملنا كرمال الثورة إنه كان بدنا نخلص من الفساد ويتم الإفراج عن المعتقلين قام زاد الفساد وزاد عدد المعتقلين لأ وفوأة شهدى وجرحى ومصابين ونازحين ومهجرين ومفقودين هاد غير الأمراض والجوع والحصار لك أخ أخ والله ما أنا عارفان شو بدي قلليك دخليك بهالتقرير اللي قريتيه قديش قدروا تكاليف إعادة الأعمار والله الفاتورة كبيرة يا أبو فاكر قال بس للبنية التحتية حوالي 140 مليار دولار التيلة للبنية التحتية لك إذا البنية الفؤانية ما تغيريت يا عمر البنية التحتية ما رح تتغير ورح تضل خرباني هيا والله لحق معك أم جوزيف ممكن أطلب منك طلب تضل حبيبي طلب وقت بتكوني عملتين طبخة ظريفة وأنا بحبة مثل هالبامية لا تفتحينها المواضيع على الأكل خليني متهني باللقمة ما عدل نفس كمي الغداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر